موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم مشاهدين الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعون فيها الوزير الأول الموريتاني يقول إن النظام باق وإن مناهض التعديلات الدستورية لا حجة لديهم ومبرراتهم غير مقنعة النقابة المستقلة لأساتذة تعليم الثانوي تحتج أمام وزارة التهذيب الوطني في نواكشوط تنديدا بعدم صرف العلاوات قيادي بمبادرة انبعاث الحركة للعتاقية يعلن الانضمام لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية ويعبر عن السعي لخدمة الوطن موسيقى أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة قال الوزير الأول الموريتاني يحيو الحدمين إن النظام الموريتاني باق حتى بعد انتخابات 2019 رئاسية وانتقد والحدمين خلال مهرجان نظمه ضمن لقاءات ينظمها بالشرق الموريتاني لتحسيس بالتعديلات الدستورية المرتقبة إن مناهض التعديلات الدستورية المرتقبة إجراء استفتاء شعبي حولها منتصف شهر يوليو القادم لا حجة لديهم وإنهم لا يقدمون مبررات مقنعة لرفض التعديلات انتقد رئيس حزب اللقاء الديمقراطي القيادي بالمنتدى الوطني لديمقراطية والوحدة محفوظ البتاح التعديلات الدستورية المرتقبة في موريتانيا واعتبر البتاح خلال أمسية نظمها الحزب بن واكشوت حول الوحدة الوطنية والدستور اعتبر أن الهدف من التعديلات المرتقبة هو إلهاء المواطنين عن همومهم وتطلعاتهم نتابع التفاصيل في سياق التقرير التالي حزب اللقاء الديمقراطي الوطني ينظم نشاطا جماهيريا تحت الشعار معا ضد العبث بالوحدة الوطنية والدستور المهرجان الذي حضره أطر وقواعد الحزب خصص للحديث عن التعديلات الدستورية التي تحاول السلطات الموريتانية تمريرها من خلال استفتاء شعبي في الفترة القادمة لا يعلم بالعالم الوطني العالم الوطني لا يعلم بالوطني المجدد من الله يجعله هو خطوط حضر هناك يجعل الحد نحن على العدن لا يشهر لذلك الحد همه النظام العالم همه يكرر ويبشر ويعبر عن نوع من الاعتراف ونوع من الفكر الذي يجعله من الطاول ومطنية المتحدثون على منصة حزب اللقاء تحدثوا عن الأزمة التي يعيش البلد ودعوا إلى الوقوف صفا واحدا في وجه النظام الذي أدت سياساته لهذه الوضعية حسب تعبير المتحدثين ذا النظام الذي مختطه موريتان من قرار في عشر سنين الحقها أنا ذاك وضعية اقتصادية ما خاسر عليها شي والبؤشرات كاملة توحي بأنها لا يتماشى التطور يخدم التنمية ومن ساعة اللي جاهة خلقت فيه مفارقة ما قطنشافت في العالم اللخر كامل هو على البلد شعبه قلي وخيراته ياسر وذن المدونية العهد النظام المدونية انزالت بكهر من الضعف انجيت النظام في الزين وزمانية مدونية البلد كانت تقريبا مليارين واثمين مليون دولار اليوم زايدة على خمس مليارات دولار هذا وقد طالب عضاء حزب اللقاء الديمقراطي الوطني خلال مهرجانه النظام للموريتانيا باحترام الدستور وقوانين البلاد ونددوا بالوضع السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي الذي تعيشه موريتانيا حسب تعبيرهم إلى شأن منفصل حيث احتجت النقابة المستقلة لأساتذة تعليم ثانوي أمام وزارة تهذيب الوطني في نواكشوت للمطالبة عفوا بصرف المستحقات المالية للأساتذة ودعت النقابة وزير التهذيب الوطني إلى الحوار معها من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه الأساتذة نتابع التفاصيل في سياق التقرير التالي أساتذة التعليم المنضونة تحت لواء نقابة المستقلة لأساتذة تعليم الثانوي يحتجون بمباني وزارة تهذيب الوطني بالواكشوت المطالبة بصرف مواصفها بمستحقاتهم المالية واسترجاع الرواتب المقتطعة مطالب يقول أساتذة التعليم الثانوي إنه لا مناصة من تحقيقها واسترجاع الحقوق المشروعة التي هي مكتسبات لأساتذة تعليم الثانوي في البلاد الذين يعانون وروفا صعبة تزيد من معاناتهم حسب تعبيرهم هذه الوقفة عبارة عن حلقات متتالية من النضال حدثت قبلها وستحدث بعدها إن شاء الله عبارة عن وقفة نقول لا لما فعل في حق الوستاذ من إهانة وحط قيمة لا يستحقها وإنما يستحق أن يضع على الرؤوس هذه الوقفة تقول لا للمرسوم لا للمرسوم الذي أسقط الكثير من العلاوات وأسقط التقدمات التي أصبحت رقما فقط دون مستحقات مادية وتتزامن الوقفة الاحتجاجية اليوم مع وقفات مماثلة عن تدريس لمدة ساعتين شملت عمو البلاد في طار ما سمت نقابة خطوات تصعيدية تسعى وفق القائمين عليها لتذكير الجهات الوصية بضرورة تنفيذ مجمل العرائض المطلبية إلى إيجاد حلول للمشاكل التي يعاني من الأساتذة نطالب كذلك بمراجعة المرسوم صفر 82 بشكل سريع وفوري ونؤكد أن الصيغة المعدلة التي طلعتنا بها وزارة التهديد الوطني على موقعها الإلكتروني أنها مرفوضة بالنسبة لنا لأنها لا تحوي كافة علاوات المدرسين المسقطة سابقا من هذا المرسوم وسنفرض مراجعة هذا المرسوم على الفور حتى يجمل كافة علاوات المدرسين وتذر قضية العلاوات المتأخرة جدلا واسعا وامتعاضا في ساحة تعليمية بموريتانيا حيث تسببت في جملة من الوقفات الاحتجاجية والإضرابات والتوقف عن الدراسة من طرف المعلمين والأساتذة أدت إلى تدخل قوات الشرطة لفضها وكان وزير الاقتصاد والمالي المختار الجايق ذكد وجود أخطاء انتقنية أذرأ منح مجموعة من علاوات غطاء التعليم وإنها ستصحح في أقرب الأجل مشيرا إلى أنه لا نية لدى الحكومة في إلغاء العلاوات الممنوحة للموظفين ومعنا في الستوديو سيبواهي والسيدي عضو بالنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوية أهلا وسهلا أهلا وسهلا بداية نريد أن نعرف ما طبيعة مشكلة العلاوات هذه ولماذا وزارة التهديب الوطني بالتحديد هي التي تستهدفون بهذه الاحتجاجات بسم الله الرحمن الرحيم نستهدف وزارة التعليم لأنها المشغل للأساتذة فلا غروة إذا كان احتجاج وزارة التعليم هذه الوزارة تكتب الرسائل لوزارة المالية وترفض وزارة المالية وهي المشغل التي تشغل الأساتذة وليس بإمكانها نحن نرى أنها عاجزة عن توفير الرواتب ونرى أنها عاجزة عن توفير العلاوات ونرى أنها عاجزة عن كل هذا وهي المشغل الأساسي للأساتذة المباشرة ولذلك نقوم بهذه الاحتجاجات عند وزارة التعليم طيب ما طبيعة هذه العلاوات هذه العلاوات هي عبارة عن علاوات زهيدة هي عبارة عن علاوات زهيدة أكبرها علاوات عشرين ألف للشهر وهي علاوات الطبشور وهناك علاوات أخرى عبارة عن خمس ألاف وثمانية ألاف أو علاوات سنوية وهي وزارة التجهيز التي سوفوا في أخبارها ولم يدخلوها إلا بعد الاحتجاجات الأولى علاوات التجهيز لم تدخل والملاحظة لخطابات الحكومة وخطابات وزير المالية يرى التناقض البين بين المؤتمر الصحفي الأخير وما قبله في المؤتمر الذي قبله قال أن العلاوات هي علاوة وحيدة وهي علاوة التجهيز ستدخل وليس هناك أي شيء يبقى للأساتذة عند وزارة التعليم بعد مشاكل الوزارة في الأسبوع الماضي والضربة التي تعرضها له والذي نشجبه من هذا المنبر ولا يبشر بخير على أمة تضرب مربي أجيالها وفي ساحة وزارتهم بعد سجنة بشرطة في الأسبوع الماضي فاجأنا بالمؤتمر الصحفي لوزير المالية الذي أكد فيه أن هناك علاوات مسية خمسة عشر علاوة للتعليم مسية خمسة عشر علاوة وهي علاوات ميكروسكوبية كما قلت لك ولكنها ترغمنا أن نبحث ونناضل من أجل حقوق مكتسبة من أجل إلهاء ناعي الحقوق الأكثر والتي هي إلغاء المرسوم صفرة 82 المرسوم المشؤوم الذي يترك الأمور تراوح مكانها بعد النضارات التي قمنا بها في 2011 و2008 والتي اتفقنا بها مع المجلس على الوظفة العمومية على مراسيم يمكن أن تصف هذا تعقل تقريبا من نجد فهمه الأستاذ يأخذ المتريس أربع سنوات بعد البوكالوريا ويتكون في مدرسة مهنية عامين مدرسة العياء لتكوين الأساتذة وهناك في الوظفة العمومية نحن يمكن أن نقبل أن ندرس أشخاص ويكونون أجود منها وهذه سنة الحياة لكن بشهادات أعلى لكن أن يكون هناك في الوظفة العمومية من درسناه ونراه وبشهادات أقل ويأخذ رواتب أكثر من رواتب الأساتذة نظمتم احتجاجات أكثر من مرة أمام وزارة التهذيب الوطني وطالبتم بإجراء حوار مع النقابة من أجل إيجاد حلول وتسوية لهذه المشاكل العالقة هل استجابت الوزارة؟ لم تستجب الوزارة ولا زالت تتعالت لا ترفض ولكنها لا تستجب كذلك الاستجابة المطلوبة هذه الوزارة تتعامل معنا بسياسة نعمة في كل وقفة نقررها وكل احتجاج نقرره وأشكر سادة الأساتذة هنا في عموم الترابطة لتلبية هذا الاحتجاج نقرره يقومون بشيء زهيد من مطالبنا قبله من أجل أن يقولوا ليس على الأساتذة أن يتحركوا فقط قمنا بكذا وقمنا بكذا وهذا الكذا الذي قاموا به يكون كان أمرا مرفوضا يكون أمرا مرفوضا أو أمرا مجاهلا في مرة الماضية وتتفاجأوا بأن هذه الوزارة تتلكأ في بعض المواعيد وتقولوا أن هذا الشيء لم يكن عندها وبعد ذلك تتفاجأ بأنها ستقوم بإدخال ما كان هنا ما الذي قامت به قبل هذا الاحتجاج؟ الاحتجاج الماضي قامت بإدخال علاوة عشرين ألف على التجهيز والتي يجب أن تكون في بداية السنة وهي لا تكفي حتى لتجهيز ميت عدن الله وإياكم عشرين ألف سنوية لكنها كانت مطلبا لديكم وتحتاجون من أجل لم تكن مطلب كانت حق مطروح وأغيبون كانت حقا تريدون إدخاله هاي استجابت لك؟ لا كانت حقا أن يدخل في وقته لكنهم أدخلوه بصورة استعجالية أدخلوا بصورة استعجالية وليس في المرسوم وهذا المرسوم الذي قاموا بتعديله أمس وأرجعوا إليه العلوات لم تدخل العلوات حتى الآن ولكنها كانت كانوا يريدون منها أن نتحرك وأن نضربها وأن نقيم الدولة وأن نقعدها من أجل حقوقنا المكتسبة الماضية من أجل الهائنة عن عارضتنا المطلبية وهذا الشيء واضح ومضر به للتعليم واضح أنه فيه غبن وواضح أنه فيه حتى المسابقات الداخلية مرفوضة للأساتذة الثاني يخدم البلد من مقام أستاذه ومن مقام معلم ويعطي عشر سنوات ويجب أن تفتح له مسابقات أخرى من أجل الخروج من هذا البوتق الذي يسمى التعليم أغلقوا علينا الأبواب وأغلقوا علينا كل هذا ولذلك هذا يظهر في تجاوب لساتذة الجديد مع كل المطالب لأنهم لم يتركوا لنا مخرجا لم يطبقوا لأيام التشاورية نصايح لأيام التشاورية ما يطبقها ميزانية التعليم عبارة عن 14% من ميزانية العامة للدولة وهي في الدول التي تحترم نفسها وهي دول في فلكنا ليست دول أكبر بنا في أي شيء ميزانية التعليم العبارة عن 30% الفقية هل التقيتم الوزير؟ لا لم نتقي الوزير هل طالبتم بلقائه؟ نحن نطالب بلقائه وطالبنا مرارا بلقائه وبلقائه الأمين العام ولكن أرجع إلى النقطة أقول لك لأن الدول التي تحترم نفسها تحترم مؤسساتها التعليمية وتحترم لا تقوم بفعل التحويل التعسفي الذي أرجع إليه هذا العام من أجل عقاب بعض الأساتذة وأذكر مثال عبد الخطاط في أدران يحولون الأساتذة تعالي الصوفيان يستهزئون بمقام الأستاذ يستهزئون بمقام المدرس بصفة عامة معالجة فساد التعليم لا يجب أن تكون على حساب رواتب المدرسين لا يجب أن تكون على حساب رواتب المدرسين وإصلاح التعليم يجب أن يبدأ بإرضاء المدرسين أو على الأقل بعطاءهم بعض الحقوق المفقودة لا بإرغامهم على أن يحتجوا من أجل علاوات كانت حقوقا معروفة زهيدة ولكنها كانت حقوقا معروفة فنحن الآن لا نطالب بالسكن لا يمكن أن نطالب بالسكن الذي هو عمم على وعطية لأفراد الجيش وعطية لبرلمانيين وعطية لأساتذة الجامعين حتى تتضح هذه القضية بشكل أكبر كم هو عدد أو نسبة الأساتذة المتضررين من هذا الإجراء أو الذين لم يتم صرف علاواتهم هي عبارة عن ثمان رسائل مكدسة ثمان رسائل في رسالة واحدة وعدة رسائل أخرى متفرقة ووزارة المالية شهود على هذه الرسائل وإذا رجعت إلى أي مؤتمر صحفي لسيد الوزير الأول ومن يتحدث من الحكومة يتجاهلون تماما هذه الاسترجاعات هذه الاسترجاعات أؤكد لك من نوفمبر 2015 لم يتم استرجاع أي راتب حتى ولو كان صاحبه تغيب يوما واحدا حتى لو كان صاحبه تغيب يوما واحدا لا يمكن أن يرجعه وهذا خلل هي حكومة وحدة ودولة وحدة ولا يا الله يعود إنسان يخلصوا ما يدخلوا ولهم وقعها قضية هم جاهدين وليس ما يتكلموا عنه يقول لك العلاوات نردوها هذه العلاوات عبارة عن أشياء كانت فهم لماذا تخرج يا أخي الرواتب لكن هنا هل نتحدث عن حوالي عشرين أو ثلاثين أستاذا يحتجون أمام وزارة التهذيب الوطني من أجل مطالبة بهذه العلاوات أم أن العدد أكبر العدد اليوم بعدها قارب تسعين أو المئة معنا لا يمكن أن نخوضه في قضية الأرقام هل توجد أرقام بشأن عدد هذه الأساتذة لماذا النقابة فقط هي التي تحتاج ومنتسبها هل تريدون من الأستاذ أن يأخذ سلاحا من أجل استرجاع حقوقه النقابة هي المسلك الوحيد الحضاري الذي يجب أن يدافع على الأساتذة نحن لا ندافع عن أنفسنا كأشخاص قلت لك رسائل بالمئات رسائل بالمئات وأموال طائلة من نوفمبر 2015 لم يتم استرجاع راتب قطعة بالغلط قطعة بالغلط من أجل يوم واحد وهذه حالات كثيرة وهم يعرفونها واضح معناهم حالا نجحوا في أن تكون مطالبنا محصورة بعض الشيء ولكن هيهات مطالبنا ليست محصورة في بعض الحقوق التي كسبناها من خلال إضالات سابقة وهي حقوق على كل حال زهيدة هذه العلوات يجب أن تفهم الجميع أنها عبارة عن خمسة ألاف أو عشرين ألف مقابل سنة عشرين ألف في السنة هي علاوة التجهيز وهذه الأمور هذا غير مبرر واللجول التحويل تعسفي والتقدم في الوظيفة العمومية غير مقبول لنس تأطي فيها عامين تتخرج تحصل على راتب زهيد بينما لنفس الشيء لنا بنفس الراتب تحصل على راتب أخرى أولويات المطالب الآن لديكم وماذا أمامكم في حال؟ أولويات هي إرجاع حقوق الأساتذة كاملة والنقاش معنا في عريضة المطلبية المكدسة في أروقة الوزارة وهم على علم بهذه العريضة المطلبية ويجب أن يدارسوها معنا يجب أن يفتحوا الباب ويجب أن يحترمونا ويجب أن يعتذروا رسميا عن ضرب الأساتذة في باحة الوزارة ضرب الأساتذة في باحة الوزارة هذه وصمة عار في تاريخ البلد ضرب الأساتذة في قاعة الوزارة وأنا كنت أحدا متضررين ضربوا الأساتذة في عقر دارهم فهي دار الأساتذة في وزارة التعليم قبل أن تكون دارا لأي شخص آخر هؤلاء المربون الذين تضرروا من أجل تضررت سمعتهم كيف تتخيل أن يضرب أستاذ أمام أنتم اليوم نظمتم إضرابا جزئيا عن العمل واحتجيتم أمام وزارة التهذيب الوطني هل قدمت لكم الوزارة؟ هل التقتكم؟ هل تحدثت معكم بهذا الخصوص؟ وماذا أمامكم في حال لم تلبى هذه المطالب؟ نحن أمامنا النضال الذي رد إلينا علاوة التجهيز وأمام النضال الذي رد إلينا علاوتنا في المرسوم المشؤوم الذي نحاول تغييره من أجل إنصافنا بأن يكون هناك البكالورية زايد أربع سنوات زايد سنتين أن نعادل معه الوظيفة العمية الدولة ما الذي تم شقمه؟ يعود لقاء جيكبال بكو يعادل سنتين مهنيات ويعود راتبه مئة وعشر تلاف ونفس الشيء رقاش يعد البكو سنتين بذيك الحال ويعود راتبه ثمت بيت تلاف هذا الخلل يا الله سلطات العليا للبلد ويا الله الناس كاملة تفهم عنه ما يصح هذو الأساتذة ما يخلصوا وهذه العلوات التي تنقلكم ويتشدق بها واحد من المزارات الماضية يقول لك عشرين يزيدها كاملة هي فيه شيء سنوي وفيه شيء فصلي وفيه شيء خمس سلاف يجمعها لها يقول لك هذا الخلل الواضح البين وهذا الغبن يا الله يتغير ويا الله الناس تفهم عنه يا الله يتغير وعن لساتذة جاءوا وجايين ومزالوا وعن ذي الراحة اللي هي اللي ما فيها تدريس لا ينعدلوا فيها إن شاء الله تحركات جديدة ولا تيناهانين ولا تيناهانين ولا تيناهانين ما دخلت وقياتنا وقية 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 وعقب ذلك نصيبوا لعريضتنا المطلبية إن شاء الله ونحقوا فيها مطالب وين نعود الشريك محترم وإذا هو اللي راجين وين نعود الشريك ما هو محترم نحن ينواصلوا احتجاجاتنا وين نواصلوا وإذا كان ويسوينا قمعونا وراهما شافوا عنه المرة الماضية هل ردت الوزارة بالشأن يعني هذه العلاوات ورسائلها مع وزارة المالية الوزارة بصراحة بصراحة وأقول بصراحة وطبع الصراحة أي شخص في الوزارة رأيته وحده يقول لك نحن مشهود المالية المالية ما تسمع وهذا على كل حال خلل ولا وصالح به اللي نحن ذو الأشخاص المكتوبة لهم مكتب لهم وزارة المالية رواتفهم عندهم في الحق إذا عاد ما عندهم في الحق ذو اللي يعطى هالم ينحبسوا يشوفوه نحبس وين قالوا هذا ما عندهم الحق وفلا ما عندهم الحق وذو اللي يكتبها له نحبس أما عنها تنكرد وتنحجز وعود الوزير المالية ما بيتحدث عنها وانا بعد اللي لا نكررك يتحدث هناك كل عاد في الأيام القادمة ما بيتكلم عنها وهذا حقا خلل وواضح ومعالجة فساد تعليم ما يضعه للحساب المدرس سيبا ويسيدي عضو بالنقاب المستقل للرئاسات التعليم الثانوي شكرا جزيلا لك لا شأن منفصل حيث أعلن القيادي بمبادرة بعاذ الحركة لانعتاقية إيراسي عمر انسحابه من المبادرة وانضمامه لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية قال سي عمر خلال تصريح أدلا به للصحافة بعد خروجه من لقاء جمعه برئيس الحزب سيدي محمد المحم انه قرر لانضمام للحزب سعيا لخدمة الوطن هنا اليوم يقبر لني جاي انقبر لني انفر من ايراق وهايو و ما ننعنو خوف الاسباب الياثرين يوكم واللي قدوا لها لآقبها كنعرفوهم يا غار هدف الأول هو ندعم هاي الوطن نشتغل في وحدة وطنية بيعلن الوحدة الوطنية لا بد حد يدخلها من داخل يكنت أصلاح ما يقدود واقبل القدام يزرق الحجاب وقررتانه كأضو من مكتب إيراق في أوهايو لني من سحب من إيراق و عندي أفكار سياسية ونختار المولي من عدد من جريدي من غرفة إطارها الحزن أعلنت رئاسة الجزائرية في مرسوم صادر عنها تعين وزير الإسكان السابق عبد المجيد تبون رئيسا جديدا للوزراء خلفا لعبد المالك سلال وقد ترأس سلال خمس حكومات منذ تعينه عام 2002 ويأتي التغيير الجديد في الحكومة بعد إجراء البلاد انتخابات تشريعية وتابعوا تفاصيله في التقرير التالي أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية الأربعاء تعين وزير الإسكان السابق عبد المجيد تبون رئيسا جديدا للوزراء خلفا لعبد المالك سلال وذلك في إطالي تعديل حكومي وجاء في البيان الذي أصدرته الرئاسة الجزائرية وفقا للمادة 91 الفقر خمسة من الدستور عين رئيس الجمهورية بعد استشارة الأغلبية البرلمانية السيد عبد المجيد تبون وزيرا أول وكلف أعضاء الحكومة المغادرة بتسير الشؤون الجارية لقطاعاتهم في انتظار تعيين الحكومة الجديدة وترأس عبد المالك سلال الوزير الأول المقال خمسة حكومات منذ تعيينه في 2012 وشكل عدم تعيينه مجددا مفاجأة باعتبار أنه قادر مشاورات مع الأحزاب لتشكيل الحكومة الجديدة ولم تقدم الوكالة والإذاعة الرسمية الجزائرية تفاصيل أخرى عن المناصب الحكومية الجديدة لكن التعديل كان متوقعا بعد إجراء الانتخابات التشريعية هذا الشهر واحتفظ حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم وخلفائه بالأغلبية في هذه الانتخابات ويعتبر عبد المجيد تبون 71 عاما من الشخصيات البارزة في جبهة التحرير ويعرفه الجزائريون من خلال إدارته الطويلة لقطاع الإسكان لأكثر من سبع سنوات في حكومات مختلفة تخرج تبون من المدرسة البطنية للإدارة وشغل منصب وزير الاتصال لفترة وجيزة في سنة 2000 ويعود اليوم لدائرة الضوء كشخصية محورية في النظام يشار إلى أن حركة مجتمع السلم رفضت المشاركة في الحكومة في اجتماع لمجلس الشورى الحزب فيما اعتبرت جبهة التغيير أن موقف حليفها يكفي لرفض عرض رئيس بوتفلقة في السياق السياسي الراهن المتسيم بموقف يسجل اعتراضه على السياق الحاكم للانتخابات إلى الشان الفلسطيني حيث بدأت في مدينة غزة أعمال معرض حول المنتجات الصناعية لمدينة الخليل يستمر ثلاثة أيام يشارك في المعرض عشرون مشاركا من أصحاب الصناعات الجلدية بمدينة الخليل سعيا إلى النهوض بروح التعاون بين مؤسسات الغطاع الخاصة متابع ضاربة في سوق الإنتاجية المحلية بسهم عنوان استفادته قدم المنتعل رمت الخليل قطاع غزة بفلدة تصنيعها من خلال فتح سفارة تصدير واجهة عرضها معرض شغل الخليل موعد على مدى أيام ثلاثة فيه يسرح المتسوق الغزي طرفه مدى التطلع في سانحة تجمع نوعية الجودة إلى متناول الثمن وسانحة عرفت طريقها من بين تحدي الانقسام وعقبة الحصار لتضع الحذاء الخليلية في نسخته الجلدية ذات العلامة الفخرية المسجلة تحت الطلب موعد وسانحة اتلفا تحت سقف احتضان جامع على سعيد منتجع الشالهات غربية مدينة غزة يحمل راية تنظيمهم التجمع العنقودي لصناعة الأحدية والجلود في مدينة الخليل واتحاد الصناعات الجلدية الفلسطينية وغرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل بدعم من مشروع تطوير القطاع الخاص الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية والمنفذ بالشراكة بين وزارة الاقتصاد الوطني واتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية عداد مشاركة المعرض سجل حضور عشرين مشاركا من أرباب الصناعات الجلدية بمدينة الخليل جاءوا يصلون الخبرة بالتجربة في موسم جذب يدني قطوف استثمار مغر في قطاع الأحذية النسخة الغزية البكر من المعرض مثلت عناق تعاون بيني عابر للتحديات قدم بين يديه رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة قائلا إن المعرض يجسد روح التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص كافة كما يجسد الوحدة الوطنية بين الشقي الوطن حيث إنها المرة الأولى التي يقام فيها المعرض المتخصص مردفا أن المعرض يهدف إلى عرض منتجات الأحذية للتجار الذين يعملون بهذا القطاع بهدف تعزيز وزيادة الحصة السوقية لمنتجات الأحذية الوطنية في قطاع غزة على حين دعا نائب رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية علي الحايك وزارة الاقتصاد الوطني إلى العمل من أجل حماية المنتجات الوطنية عن طريق إعفائها من رسوم التعليات التي تترصدها على المعابر وإعفاء جميع المواد الخام من أي تعليات وخاصة في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية وفي ظل أزمة الكهرباء الطاحنة التي أثرت بالسلب على القطاعات الصناعية واللفظ له حديث الآسرة أدلى رئيس غرفة تجارة الخليل محمد غازي الحرباوي بدلوه فيه حاضا على استقبال صادرات الخليل مختتما كلامه بالتأكيد على أن روابط العلاقة بين الخليل وغزة أخوية ووطنية قبل أن تكون اقتصادية مهيبا بالمستهلك الغزي إلى الانحياز إلى المنتج الفلسطيني واستهلاك السلعة الفلسطينية بدلا من تلك المستوردة إلى هنا مشاهدين الكرام نصل نهايته هذه النشرة وقد تابعتم فيها الوزير الأول الموريتاني يقول إن النظام باق وإن مناهض التعديلات الدستورية لا حجة لديهم ومبرراتهم غير مقنعة النقابة المستقلة لأساتذة تعليم الثانوي تحتاج أمام وزارة التهذيب الوطني في نواكشوط تنديدا بعدم صرف العلاوات قيادي بمبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية يعلن الانضمام لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية ويعبر عن السعي لخدمة الوطن يمكنكم مشاهدين الكرام متابعة هذه النسرة وغيرها من نسرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك ظاهرتي على الشاشة دمتم شماد اشتركوا في القناة